هل هناك ضرورة لتضميم برامج الحوزة مادة الجغرافية والتعريخ السياسي للمنطقة حتى لا يرى المرجع نفسه يوما وكأنه قادم من المريخ في الحقيقة من يقرأ تاريخ المرجعية وواقعها يجد تفاوتا كبيرا بين عدد من المراجع يجد مراجع مثلا يواكبون حركة المجتمع يدافعون عن حقوقه السياسية والاقتصادية وهناك مراجع ينعزلون بأنفسهم فلا يقاومون المستبدين ولا يقاومون المستعمرين ولا يقومون بأي دور إيجابي من أجل توحيد المجتمع مثلا بالعكس قد يبثون الطائفية والعنف بين الناس وهذا في الحقيقة يعود إلى بدرجة كبيرة يعني يعود إلى المادة الدراسية التي يدرسها بعض طالبات العلم الديني مثلا يقتصرون هناك كثير من الطلبة يقتصرون في دراستهم في الحوزات الدينية على اللغة العربية وشيء من الأصول وشيء من الفقه ويقول أنها أصبحت مجتهد وهو لم يدرس الإسلام جيدا لم يدرس القرآن جيدا لم يدرس التاريخ الإسلامي جيدا وهذا شيء مهم جدا في تحديد موقفه اليوم من كثير من القضايا التاريخ الشيعي لم يدرسه بصورة جيدة وعلماء كبار مراجع كبار في الحقيقة يعني قد يكونوا هم مشتهدين في الفقه والأصول والحديث ولكنهم لم يدرسوا ما يسمى بالعقيدة الشيعية لم يدرسوا التاريخ الشيعي ونظرية الإمامة وتطور نظرية الإمامة وحقيقة هذه النظرية فلذلك يعتمدون على ما ورثوه من ثقافة وتراثي يعني شعبي طائفي وتراهم بالحقيقة هم ينغمسون في المعارك الطائفية والفتن الطائفية وأيضا هناك مراجع مثلا لا يعرفون ماذا يدور حولهم لا يعرفون المنطقة كلها ككل ماذا تواجه وماذا واجهت منذ أقود من الزمن أو منذ قرون المستعمرون الأوروبيون ومن بعدهم الأمريكيون كيف جاءوا إلى المنطقة وكيف خططوا لسيطر عليها فتراهم قد ينغمسون أيضا في مخططات الأعداء من حيث لا يشعرون ونحن لا نريد أن نشكك بدينهم أو بتقواهم ولكن هذا يعود إلى الجهل السياسي إلا أنهم لم يدرسوا الجغرافية جيدا لم يدرسوا التاريخ السياسي للمنطقة والقضايا الكبرى التي همت المنطقة كقضية فلسطين أو قضية الوحدة العربية والوحدة الإسلامية هذه قضايا بعيدة عنهم وفي الأمس القريب عندما مثلا زعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء العراقي في بداية الستينات بعد ثورة 14 تموز 58 عندما أصدر في 69 كما أعتقد قانون الإصلاح الزراعي وأراد أن ينصف الفلاحين الطبقة الكاذحة في العراق وكانت نسبتهم عالية جدا أراد أن يوزع الأراضي على هؤلاء الفلاحين ويأخذها من الأقطاعيين صدرت أدت فتاوى من مراجع كبار بحرمة ذلك أنه هذا ميجوز حرام وهم لم يعرفوا أن هؤلاء الأقطاعيين مثلا قد سيطروا على الأرض بصورة ظالمة وبصورة غير شرائية وأن الحكومات السابقة قد منحتهم السيطرة على هذه الأرض وهي ليست ملكهم ولكن هؤلاء العلماء أفتوا بحرمة الصلاة حتى في هذه الأرض المغتصبة سموها المغتصبة من هؤلاء مثلا السيد محمد الشيرازي الذي أصدر عدة كتب وعدة نشرات في مكافحة ورفض قانون الإصلاح الزراعي وأتذكر حتى هذا المرجع الحالي السيد صادق الشيرازي كتب كتاب في الستينات أعتقد في 63 الإصلاح الزراعي في الإسلام وأنه هذا حرام وميجوز وكذا ثم السيد محمد الشيرازي نفسه بعد فترة أعاد النظر في ذلك في السبعينات وربما في الثمانينات وتوصل إلى أنه لا مفقط أنه يجوز ذلك إنما يجب أن يعوض الفلاحون عن سنين القهر والاستعباد التي كان يمارسها بحقهم الإقطاعيون فلماذا يحدث ذلك؟ يحدث لأنه الدراسات الحوزوية مقتصرة على دروس بسيطة حتى القرآن هو كثير من الطلبة العلوم الدينية لا يدرسون القرآن بصورة جيدة بصورة منهجية يعني إنما إذا مروا ويمرون مرور الكرام وقد يقرؤون بعض التفاسير مثلا فلذلك يحدث فراغ في عقلهم لا يصاغ عقل هذا الطالب الذي قد يصبح مرجعا في المستقبل وعدنا نماذج كثيرة نماذج كثيرة في قوم وفي النجف وفي غيرها في بيروت حتى أقول متحجرة خرافية أسطورية يعني لا تفهم لا الحياة ولا أهداف الحياة ولا فقه المقاصد يعني مقاصد الدين لخدمة المجتمع لا يفهمون ذلك يفهم ماذا حلال هذا حرام وبصورة غير دقيقة أتذكر قبل حوالي 30 سنة وأكثر تعرفت على طالب الدكتوراه في لندن وهو كان يعد دراسة الدكتوراه في المرور فأنا تعجبت في الحقيقة أنا جاء من الحوزة على هذه النظرة البسيطة فقلت لندن دكتوراه في المرور يعني ماذا تفعل في المرور يعني قال يا أخي العزيز هذه المرور مشكلة كبيرة كيف نخطط للمرور ونقضي على الازدحام مثلا ونساعد الناس على الانتقال بصورة سهلة وبسيطة إلى أماكن عملهم أو إلى بيوتهم وهذا الألم أنا أدرس 30 علما في مسألة المرور حتى أستطيع أن أكون مجتهد في المرور أخطط للمرور في مدينة معينة واحدة في مدينة واحدة هو يدرس 30 علما أو أكثر ربما علوم مختلفة حتى يستطيع أن يكون مجتهد واقعي على الأرض يستطيع أن يقدم حلولا ناجعة لحل مشكلة بسيطة معينة فكيف إذا يجي واحد يدرس لكم كتاب وثم يقول أنه سرت مجتهد وسرت مرجع ويحتل منصب القيادة لملايين الناس ليس لبلد واحد ربما لبلد عديدة وهو لا يفقه لا في السياسة لا في الاقتصاد لا في مثلا التاريخ التاريخ البعيد التاريخ الإسلامي والتاريخ الشيعي وكذلك التاريخ المعاصر التاريخ السياسي للمنطقة لا يفهم بالإعلام لا يفهم بالعلاقات العامة لا يفهم بأي شيء وليس له أي حركة فتنعكس عليه شوفوا ينطوي ينعزل قد يصب الزيتة على النار في القضايا الطائفية في الفتن لأنه هو مدارس أنا لا تحدث فقط عن الخطباء الذين أصلاً ما يدرسون أي شيء يقرؤون بعض الكتب التاريخية وبعض الكتب مثلاً بعض القصائد والأشعار ويرتقون المنابر وبصوت جميل مثلاً عندهم وكذا ويكسبون شعبية لا نتحدث حتى عن الذين يحتلون مواقع القيادة والمرجعية وهم لا يواكبون حركة المجتمع ولا يعبرون عن آماد المجتمع وآلامه وقضاياه الرئيسية منعزلين لا يهتمون بأي قضية سياسية ليس في بلدهم فقط أو في المدينة التي يمعيشين فيها إنما عموم المنطقة نحن نرى مثلاً مراجع روحية مسيحية أو سنية أو بوذية أو أي شيء يشوفوهم ذولا دائماً يتابعون الأحداث العالمية ويكون دائماً لهم مواقف وإلهم آراء وتصريحات بينما أدنى مراجع في الحوزة مثلاً صمم بك من عمين فهم لا يبصرون أو فلا يفقهون فعلاً هكذا لماذا؟ لأن برنامج الحوزة في خلل الله يرحم السيد محمد الباكر الصدر حاول أن أن يطور برامج الدراسة في الحوزة في السبعينات ولكن صدام لم يسمح له بذلك يعني يقضى عليه قبل أن يقوم بذلك فنأمل أنه من القيمين على الحوزة أن يبادروا إلى بث علوم ضرورية ومهمة في دراسة الحوزة من دراسة القرآن الكريم حتى دراسة الأديان المقارنة دراسة التاريخ الإسلامي التاريخ الشيعي تاريخ نظرية الإمامة وأيضاً التاريخ السياسي في المنطقة وقضاء القضايا التي تهم الناس حتى يكون هما صوت الأمة لا نستطيع بعض الأخوة الذين علقوا على ما كتبت قالوا يجب أن نلغي هذه الحوزة حلاً المرجعية والحوزة قائمة وموجودة ولكن أن تؤدي دورها بشكل سليم أو لا تؤدي دورها بشكل سليم هذا هو السؤال اليوم سواء اتفقنا معها أو اختلفنا معها هي كيان قائم ومشايخ وعلماء موجودين في المجتمع لا نستطيع أن نقضي عليهم بجرد قلم بعشرات الألوف مئات الألوف ربما في بعض البلاد أعتقد في إيران مثلا حوالي نص مليون شيخ ومعمم في مختلف مناحي الدولة موجودين وكذلك في العراق الآن عشرات الألوف فلا بد أن نتعامل مع هذا الواقع البعض يعترض على أنه المرجعية عندها دور مهيمن على العملية السياسية وهي لها الكلمة العليا ولا تقول كلمتها دائما والمرجع مثل الشبح هو موجود وغير موجود يحكم ولا يحكم هذا صحيح أيضا ولكن يجب أن نفكر كيف نطور برامج الحوزة حتى تكون مواكبة للعصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر